اشتركوا في القناة في الصباح الباكر بزيارات تفقدية إلى عدد من المدارس للأطمئنان على سير العمل فيها بالصورة المطلوبة حيث كانت الزيارة الأولى إلى مدرسة الروضة الابتدائية للبنات التقى خلالها الوزير عددا من أولياء الأمور لدى إيصالهم أبنائهم إلى المدرسة وهنأهم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ثم قام بجولة في عدد من الصفوف والمرافق المدرسية وعلى همش تلك الزيارات أكد سعادة وزير التربية والتعليم أن الوزارة وكعادتها في كل عام دراسي حرصت على توفير متطلبات تسيير العملية التعليمية بصورة متميزة سواء من حيث المنشآت أو الخدمات أو القوى البشرية من معلمين وإداريين حيث تم تنفيذ الصيانة الشاملة والوقائية لعدد كبير من المدارس واستكمال عمليات التنظيف وتوزيع أربعة ملايين من الكتب المدرسية وأدلة المعلمين على جميع المدارس وتطوير المناهج فضلا عن تعزيز الكوادر التربوية من خلال توظيف 797 معلما بحرينيا من مختلف التخصصات والاستمرار في توفير المواصلات اليومية المجانية لأكثر من 38 ألف طالب وطالبة بمن فيهم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين سيتم التوسع هذا العام في مشروع دمجهم ليرتفع عدد مدارس الدمج الحكومية إلى 81 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات هذا يوم سعيد من أيام البحرين العامرة بإذن الله اليوم وزارة التربية والتعليم تستقبل 12 ألف طالب جديد انضموا إلى مسيرة التعليم بفضل الدعم الذي نجده من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي يولي التعليم اهتماما كبيرا جدا فقد نص دستور مملكة البحرين على ألزامية التعليم ومجانيته وشهدت مدارس البحرين بفضل دعم جلالته الكريم من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل قفزة نوعية نقلت التعليم في مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة أصبحت مدارسنا اليوم ولله الحمد فيها اللوحة الذكية فيها خدمات الأنترنت فيها أيضا الفصول الإلكترونية هذه الفصول الإلكترونية مزودة بكل ما من شأنه إصال المعلومة بالشكل الذي يتناسب مع هذا الجيل الذي لديه رغبة في التعامل مع هذه المنظومات الحديثة المتطورة ثم بدأنا أيضا بتوجهات ملكية سامية بالتمكين الرغمي فأصبحت اليوم مدارسنا مادة مهمة جدا يتم إعدادها من خلال الأخوة في الميدان التربوي أو أبنائنا المعلمين لإثراء المواد الدراسية وإثراء أيضا المعرفة داخل مدارسنا هذا الجانب يؤكد أن هذا الجيل جيل أبو سلمان الذي عاش في عهده الزاهر أصبح اليوم يجد كافة النواحي التي تساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم والأمر ليس قاصرا على المدارس وإنما أيضا حتى على مستوى جامعة البحرين ما تضمه هذه الأرض الكريمة من 14 مؤسسة للتعليم العالي تخضع للضوابط قانون التعليم العالي وأصبحت اليوم مملكة البحرين محورا مهما على الساحة الخليجية في مجال التعليم العالي كذلك لو نظرنا على استعدادات الوزارة لهذا العام الدراسي في الواقع الاستعدادات كانت مستمرة طوال الوقت حتى في فصل الصيف فتم عمل صيانة لكافة العديد من المدارس وهناك 25 مدرسة دخلت في صيانة خاصة تم تجهيز أيضا كثير من المرافق وإعادة بناء في كثير من المدارس سوف نقوم أيضا مستقبلا باستحداث مباني أكاديمية داخل المدارس تعزز البيئة التعليمية خصوصا ونحن الآن نتوسع في المدارس الحديثة صريقة البيئة التي فيها خدمات الواي فاي في غيرها التي تتناسب مع التعليم الذي نحرص عليه خصوصا ونحن قد بدأنا ننوى لله الحمد أن ننقل التعليم الفني إلى المدارس الثانوية الأكاديمية التي كانت في السابق تختصر على تخصات معينة واليوم أدخلنا التعليم الفني من خلال منظومات إلكترونية لأن وجدنا حوالي أكثر من 36% من طلاب المرحلة الإعدادية ينتقلون إلى التعليم الفني وهذا هو أهدف أساسي لدينا في الواقع أن الوزارة ملتزمة بما نص عليه القانون من حيث إلزامية التعليم والله الحمد استطعنا أن نرجع إلى المقاعد الدراسية في السنة الماضية حوالي 50 طالب كانت ظروفهم الأسرية تمنعهم بسبب خلافات أسرية وغيرها من الدراسة والانتظام فيها ولكن من قبل المختصين والانتزاما بروح القانون الذي يعتبر علامة مضية في التشريع البحريني عندما أوجد وأناطة بوزارة التربية والتعليم أن تقوم بمتابعة الطلبة وكل من يتأخر أو ينقطع عن الدراسة لمدة عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة تقوم الوزارة باتخاذ ما يلزم بالتعاون مع متولي الأمر كل هذه الإنجازات تصب فيما حققته مملكة البحرين من سمعة دولية تقرير منظمة اليونسكو للتعليم للجميع وضع مملكة البحرين لخمسة عوام متتالية في الفئة الأولى والأكثر عربيا في أكثر مجال ثم أتى بعد ذلك ما جاء في اختبارات التمس وهو اختبارات دولية للرياضيات والعلوم حيث حققت مملكة البحرين إنجازا دوليا بيتقدمها بحصولها على خمسة واربعين نقطة معيارية بين آخر اختبارين وأصبحت هي الأعلى في نسبة التقدم نأتي إلى المهارات القرائية وهي تدخل في ضم جهود وزارة التربية والتعليم لرفع مهارات أبنائنا الطلبة وكيف نستفيد نحن ننظر للتقييم هو عملية وتغذية راجعة لنا فكان الإنجاز الآخر طالبات مملكة البحرين تفوقوا على جميع الطالبات في الدول العربية مع أول مشاركة هذا يأتي أيضا استكمالا لإنجازات مملكة البحرين في تحدي القراءة العربي سواء على صعيد المدارس أو حتى على صعيد الطلبة المشاركين اليوم نحن بفضل دعم قيادة بلدنا العزيز نوفر خدمة تعليمية الوزارة توفر يوميا خدمات كبيرة ومن ضمنها بصات تنقل الطلبة من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس نقوم بنقل 38 ألف طالب وطالبة يوميا وكذلك هناك حافلات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وهنا يجب أن أتوقف أيضا عن نقطة مهمة نجاح وزارة التربية والتعليم في سياسة الدمج أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة تم تجهيز 81 مدرسة ولله الحمد اليوم حققت سياسة الدمج قفزة كبيرة ونوعية متطورة فأصبح هؤلاء الأبناء اليوم يجدون الخدمة التعليمية التي نص عليها دستور مملكة البحرين العملية لن تتوقف التعليم ليس له حد نحن مستمرين في تطوير المناهج الدراسية وكذلك الاستفادة من المكانيات الكبيرة التي وفرها التعليم الإلكتروني في مدارسنا إذن نحن عندنا ثقة كبيرة بأبنائنا الطلبة وتعاون أولياء أمورنا الكرام وهنيهم تهنئة صادقة من القلب سوف تستمر مسيرة التقدم في مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملكة المفدة وكما سوف نحتفل بإذن الله خلال هذا العام الدراسي بمرور مئة عام على التعليم كل ذلك يأتي من أجل تطوير التعليم في مملكة البحرين عودة الروح من جديد لجسد البيت الثاني البيت الذي أقيم على أساسات من العلم والمعرفة يتفيأ بظلاله المستكينة للحرف وللكلمة كل من رغب أن يكون حليفا للفكر ونهضوية العقل وترسيخ قواعد الاجتهاد في علمه ومن بعد ذلك عمله وخط مسيره الذي يطمح في أن يسلكه بهمة الواثق بقدراته دون الاكتراث بوجود أسلاك شائكة قد تحد من تقدمه عام دراسي فيه يكرم المرء أو يهام وسيكرم غالبا بعزيمة المواظبين على الدراسة وانشغال ألبابهم بكل ما من شأنه أن يضمن لهم ذلك التحصيل العلمي العالي الذي يرتضونه لأنفسهم ليشار إليهم حينها بالبنان والتفوق أنا وعد من السنسة لأنه أول يوم مدرسة أنا بعد وعد من السنسة لأنه أول يوم مدرسة وتمع علماتي ورفيجاتي يغفرون لنا السبل والبيئة المناسبة للتعليم وأهلنا بعد ما يقصرون إلينا وهذا الشي يدفعنا إحنا أننا نتقدم ونتطور ونرفع اسم بلدنا بلدنا البحرين عزارة التربية والتعليم وكعادتها لم تألو أي جهد ولم تدخر من إمكاناتها البشرية والفنية شيئا قد يقف في وجه الإنجاز المرجو والخروج بسنة تعليمية متميزة بجميع المقاييس لا شائبة يشوبها لتتماهى بشبيهاتها من السنوات الماضية التي أفلحت الوزارة فيها بجني مخرجات تعليمية انعكست بأثارها الإيجابية على الطلبة بوجه خاص 209 مدارس فتحت أبوابها أمام 19 ألف مدرس وإداري سيضعون خبراتهم بين يدي ما يزيد على 150 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس المملكة مستفيدين من جميع البرامج التعليمية الحديثة والمتطورة التي تم توفيرها داخل البيئة المدرسية ليتم استخدامها من قبل المعلمين بالشكل الذي يفعل من نظام التعليم الرقمي في إعطاء المعلومة للفئة المستهدفة من الطلبة نتمنى إن شاء الله يصير عام اللي هو دراسي يحافل في الإنجازات وعام إن شاء الله كل خير للطالبات ولأولياء الأمور والمعلمات والله واليوم دراسي يكون صراحة في نشاط في حيوية مستنسين حب أن يستقبلون المدرسة مديراتهم ومعلماتهم أتمنى حد عيالي أن الله يوفقهم إن شاء الله في حياتهم وفي دراستهم إن شاء الله طبعاً الأول يوم دراسي استقبلنا الطالبات في المدرسة بكل رحوبة صدر وطبعاً جداً اليوم كان جميل استقبلنا في بناتنا رحبنا فيهم في البداية عرفناهم على مرافق المدرسة بالنسبة للطالبات الجديدات وخذنا بعدين طبعاً بالنسبة لي أنا قدمت لهم توعية فيما يختص في برنامج الاستخدام الأمل التقنية استقبلنا البنات اليوم في عام دراسي جديد استقبلناهم كل ترحيب وطبعاً صفا والإعداد يكون له تمام خاص علشان ما نحسسهم أن فيه فرق يعني بين المدرسة القديمة والمدرسة اليديدة استقبلنا اليوم حق الطالبات كان جداً جميل أكدنا عليهم رأية المدرسة وفي نفس الوقت رحبنا فيهم وشجعناهم على السلوك الجيد بطريقة إيجابية جداً ومع ما سبق ذكره فإن وزارة التربية والتعليم لم يكن ضمن استراتيجياتها الممنهجة الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية أن تغضى الطرف عن صلاحية البناء المدرسي وتطوير أركانه ومرافقه بشكل مستمر بأسلوب يحاكي أرقى المواصفات الحديثة المتبعة دولياً داخل المنشآت التعليمية حيث تم إجراء الصيانة الشاملة الدورية لما يزيد على 190 مدرسة حكومية طالت الأعمال الكهربائية فيها واستبدال التركيبات والتمديدات المستهلكة وصيانة المكيفات المركزية والمكيفات العادية والمجزأة وصيانة آلات التصوير والسحب لجميع المدارس ناهيك عن أعمال الصيانة الجزئية والولقائية لمختلف المراحل التعليمية التي تشمل تجهيز فصول معلم الفصل واستبدال شبكات المياه التالفة بالمدارس وتطوير مختبرات التربية الأسرية والعلوم وصيانة أجهزة تحلية المياه وتجهيز مختبرات العلوم في مدارس المشروعات التطويرية بداية عام دراسي مشرق عزمت وزارة التربية والتعليم على إنجاحه قبل الوصول إلى نهايته عبر تذليل كل الإمكانات اللازمة لتسيير العملية التعليمية ضمن أعلى المعايير بداية سنة مبشرة يرافقها حصن الطالع المتمثل بانخفاض نسبة الأمية في البحرين إلى 2.46% حسب ما أكده تقرير التعليم للجميع موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر